أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بأن العالم بات أكثر تفاؤلا وتطلعا لمستقبل أفضل لما يراه من معطيات تتسم بالإيجابية لتوجهة الدول ورغبتها الواضحة في صناعة مستقبل عنوانه السلام والاستقرار وقوامه التعاون الدولي الوثيق لتحقيق هذا الهدف السامي نوها سمو رئيس الوزراء الموقر بما تبديه دول العالم من تفهم للمخاطر التي تتعرض لها المنطقة والتي تستهدف بيئتها الآمنة ووحدة مجتمعها من خلال التدخلات الخارجية لإذكاء الفتنة التي تقود للعنف وتعرقل الخطوات نحو بلوغ أهداف التنمية وخص سموه بالثناء التوجهات الجديدة لبعض الدول الصديقة وتقييمها الإيجابي والموضوعي لوضع المنطقة وأسباب حالة عدم الاستقرار الذي تشهده بعض دولها هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية عددا من أفراد العائلة المالكة والمسؤولين وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرص الحكومة على تهيئة أفضل السبل التي ترتقي بالاستثمار وتعزز من مكانة مملكة البحرين كبيئة حاضنة له لفتن سموه إلى الحرص على تطوير التشريعات والإجراءات بما يجعلها تتناسب مع متطلبات التنمية الاقتصادية وبخاصة ما يتعلق بالنشاط الاستثماري وأكد سموه أن الحكومة وفي إطار سعيها الدائم لتنويع مصادر الدخل فهي تركز اهتمامها في هذا الجانب باتجاه الاستثمار ليكون محركا للنشاط الاقتصادي الذي يغذي التنمية الشاملة بكافة احتياجاتها وتطرق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور إلى عددا من الموضوعات ذات الصلة بالشأن المحلي حيث أكد سموه على ضرورة أن تكون التنمية والاهتمام بالتراث في خط متوازن فالحكومة تعمل على أن تطال التنمية كل بقعة في المملكة وفي المقابل فهي حريصة على المحافظة على الإرث الحضاري والتراثي في المملكة وتنشيط السياحة التراثية ولفت سموه إلى الموروثات التاريخية والثقافية وضرورة الحفاظ عليها منوها سموه بالفعاليات التي تساهم في التعريف بهذه الموروثات محليا وأقليميا ودوليا كما تطرق سموه إلى عدد من الموضوعات ذات الصلة بمسار التعاون الخليجي والعربي وسبل تعزيزه للتعامل الأمثل مع التحديات على الصعيدين الأمني والاقتصادي